اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم يشكو اصحابه ويقول يا رسول الله أليس من آمن بالله وصدق بك يدخل الجنة ويزوج من الحور العين أو كما قال قال بلى قال فما بالو اصحابك لا يزوجوني قال اذهب الى بيت فلان وقل لهم رسول الله يطلب ابنتكم فذهب الى بيت رجل من الانصار وطرق الباب عليهم فخرج صاحب البيت فسلم عليه وقال رسول الله يطلب ابنتكم قالوا نعم ونعمة عين من لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نسب نريده غير هذا النسب قال لكنه يطلبها لي انا قال الله المستعان او كما قال ثم ذهب ليستشير زوجه فاخبرها بذلك فقالت رسول الله يطلب ابنتنا نعم ونعمة عين قال لكنه يطلبها لفلان وسماه باسمه فما كان منها الا ان ترددت وقالت اما كان ابو بكر او عمر او عثمان الم يجد رسول الله غير هذا وكانت البنت التقية العابدة الزاهدة التي تقدم مراد الله على لذائذ وشهوات النفس تسمع ذلك فخرجت اليهم وقالت ما بكم قالوا ان رسول الله يطلب كل فلان قالت وما تقولان قالوا نستشير ونرى قالت اترداني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اين تذهبان من قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا ادفعوني اليه فان الله لا يضيعني ويسمع الرجل وينتقل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر وتبرق اسارير وجهه صلى الله عليه وسلم ويفرح بها ويدعو لهذه المرأة ففازت بدعوته صلى الله عليه وسلم قيل ان المال كان يأتيها لا تعلم من اين يأتيها وفي ليلة الزفاف ليلة الدخول يئذ بمنادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي هنا يقف موقف ايدخل على زوجته في اول ليلة في كامل زينتها ام يجيب داعي الله جل وعلا ما كان منه الا ان ترك هذه البنت وانطلق وذهب وانتهت المعركة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه فيقول هل تفقدون من احد قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فاقدوا هذا الرجل خفي تقي قال هل تفقدون من احد قالوا نفقد فلانا وفلانا وما فقدوا فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان قال لكني افقد اخي جليبيبا قوموا معي لنطلبه في القتل ذهب يبحث عنه صلى الله عليه وسلم ووجده قد قتل سبعة من المشركين وقتلوه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعي ومسح التراب عن وجهه وقال قتل سبعة من المشركين وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه لا إله إلا الله ماذا قدم هذا الرجل قدم قليلا وأخذ كثيرا وكثيرا وكثيرا